في الوقت الذي يجدد السودان حرصه على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة يتعرض الاعتداء من ميليشيات مدعومة من الجيش الأثيوبي حسب ما أعلن النطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية بتاريخ 28 خمسة وصلت إلى الضفة الشرغية للهر عدبرة في مغابل منطقة بركة نوريل مجموعة من الميليشيات الأثيوبية غرضهم سحب مياه من النهر واشتبكت معهم قواتنا في منطقة البركة ومنعتهم من أخذ المياه الاعتداء الذي أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وجرح ستة من العسكريين والمدنيين ليس هو الأول فالميليشيات الأثيوبية درجت على تكراره بإسناد من الجيش الأثيوبي حسب ما أفاد بيان القوات السودانية هدد عمدة كتلارات بإدخال الآليات والمزارعين الأثيوبين إلى المشاريع السودانية عنوى عليه تم تنشيط الأطواف لهذه المنطقة بغرض مراقبتها وعند الساعة الثامنة بتاريخ 28 خمسة وعشرين عشرين دفع طوف استطلاع بغوة فصيلة مشاعل هذه المناطق تعرضت قوة الطوف لإطلاق أعير نارية كالثيفة من الملاشيات الأثيوبية التي يغدر عددها بعدد 250 فرد هذا وكانت الخرطوم اتفقت مع عديسة بابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الأثيوبيين إلى أراضيها واتفق الطرفان على أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات الحدودية في أكتوبر المقبل على أن تنتهي من عملها في مارس عام 2021 طلعت موسى العربية